هاي كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لأبر الجديد راح حاول احكي فيه عن مشاعر الحبيب ناويه وإلى ما ستقول علاقتكما راح شوف طاقة هالشهر كيف راح تكون معك انت يا بر الجديد راح حاول احكي كذلك عن العزاب الناس اللي عن ينتظروا قدوم شخص بحييتهم راح نكشوف هال يعني هالشهر راح يجلب لكم أشخاص جدد بحييتكم او لا راح نشوف شو راح يتلاع لك يا برج الجديد وكما عاود تكون انه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع اذا حسيت انه هذه القراءة لا تنطبق عليك حاول تشوف فيديوهات تانية وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكروب لقناتي وتدعموني وشكرا للكم راح نشوف شو بخبئ اللاك راح نشوف يا برج الجديد على انه انت حاليا كأنه تنتظر وعندك امل انه تتحقق احلامك لانه شوفك يا برج الجديد تعبت بهذه الايام او بهذه السنوات السابقية الشهور السابقية قد كذلك وعم تنتظر قدوم فرحي عم شوفك تدعو يعني تدعو الله وتعمل فيه يعني طاقة او طاقة روحانية أ أ واتصال مع الايام ا بنسبة كبيرة عم تلاعنه اام في انتظار كذلك ل للحبيب بتمنى لكم كلا الخير. عم شوفي الحبيب بهذا الوقت منشغل بنسبة كبيرة بالعمل اهتماماته حاليا بالعمل. عم يشتغل وعم يجني مال. عنشوف جني الميل. ممكن حتى هذا الجني الميل يستعد هذا الانسان لا يتقدم لك. لهيك عم يجمع ميل. عشان عم يتذكر عشيء جميلي جدا معك. هذا الانسان كتير وفي. ببين يعني. ما عم شفت الوراق تانية. بس كبداية عم نشوف هذا الانسان نيته جميلة. نية كتير صافية. هذا الانسان بدته يكمل معك الحياة. لانه كذلك عم نشوف على انه مشاعر نحوك دائما متجددة. دائما في شعلة من النار. لانه دائما في شعلة من النار. في مشاعر متقدة. هالانسان دائما بحبك. دائما له مشاعر تجاهك يا برج الجدي. بحسك انه انت نصف الثاني. بيشعر على انه بده يكمل معك. لانه ناويه انه ياسس بيت معك. نيته كتير جميلة لهذا الشخص. ممكن انت يا برج الجدي. ما بتعد بهذا الوقت. او ممكن يعني انا ما مشوف ابتعاد وفراق بهذه العلاقة. بقدر ما بشوف انه في زال شوي منك انت يا برج الجدي. اوكي. ممكن انت بتحب شخص من برج الاساد او برج السرطان. او يعني في كتير تقط حتا برج الحوت. عم شوفك عم شوفك يا برج الردي على انه او باتك هذا الشخص بس في زعل. شوي كأنه انت متكبر عليه. كأنه باتك او الاول يسأل عنك. هو الاول يحكي معك. اه اذا تاخر عليك بالاتصال او يعني بالكتاب على الواتساب بتزعل. اه وبتطنش وما بتحكيله انه انه زعلت بس بتطنش وبتعمل مثلا مثلا على انه انت يعني ما بتختم بهذا الانسان ابدا. اه بس عم شوف فيه اهتمام نحو هذا الانسان. ممكن انشغاله بالعمال يا برج الردي هو الاساس اه لممكن يحسسك انه هو مبتعد بس انا عم شوفه عم يهتم للعمال وعم يهتم عم يهتم لجني المال. عم شوف كذلك اه 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 الاشياء اللي ما بتحبه بهذا الشريك او الاشياء اللي بتحسسها البيت فيه. ممكن اه اه تحس حالك انه كل مرة اه بده يتخانق معك او اه بيعمل مشكل من لا شيء. اه انت بتشوفه على انه لا يستحق المشكل. هو بيعمل اه مشكل من لا شيء. بس عم شوفك على انه بتحسه بحبك بنسبة كبيرة. هالانسان بحبك في حب صادق. كذلك هو بحبك. يعني بحسك انه بتحبه. بتهتم فيه. في كتير في كتير علاقة حب به هذه القراءة. اه عم شوف انه انت هي برج الجدي. اه بتحب فيه كتير اشياء. بس ممكن ما بتحب عصبيته ما بتحب يعني اختلاقه للمشاكل. عم شوف كذلك حتى الحبيب. اه ما بحب فيك انه اه ممكن اوقات اه تقلوبة يعني دراما اوقات يعني اوقات ازا كان في مشاكل اه تبكي وتعمل منه مشكل وكقابة وما بدي احكي مع حدا وهيك يعني. خاصة النساء يعني انا بشوفها هذا القراءة تنطبق خاصة على النساء. لانه النساء بطبعا اه ازا زعلوا اه ما بدوا يحكوا مع حدا وبدوا يتفهمون الاخر اه بفرد مرة بس الرجل بطبعه يعني بدوا تشرحي له كل شيء. اه وانت بتتوقع انه يفهمك وهو لازم يفهمك لانه بحبك. هو ما بحفيك هالشغلة. افضا بحس عنه اه انه مبالغة في الامر. بس بحب يعني بحسك انه انت شخص اه يعني بتتفاهمه بالنظرات. بتتفاهمه بالكلمات حتى لو كانت بسيطة. بحسك انه انت انسان اه لالكوبي تبعه يعني النسخة اه زابطة. النسخة التي اه بتفهمه. برتاح معك كتير. هادة كارت بتعني اكتر من الحب. هي ما بتعني الحب بالنسبة كبيرة. بتعني الحب اكيد. بس بتعني التفاهم اكتر. اه يعني شخص بحبه بس الاشيه الحلوه اكتر انه بتفاهم معه. انه بحسه اه اه بالزبط كما يعني الكوبي تبع شخصيتي. الاشياء اللي بتنقصني يكملها والاشياء اللي تنقصه اكملها. اه اه ناويك نحو هذا الانسان عم حسك انه زعلان. كتير زعلان. اه اوقات ممكن هذا الشريك اه بيبعد عنك. اوقات. بس انت بتعرف انه بحبك. اه ممكن اوقات اه بيهتم للعمل اكتر من اهتمامه لعلك. اه بس مش يعني مش عايب اوض عنه. انا عنده عضر. ما بيخونك ولا الشي. بس هذا الانسان. يعني عنده عنده عضر. عمشوفك عم تراقبه. على سوشال ميديا. اه تتجسس عليه. عمشوف هاذه الطاقة. اما هو عمشوفه اه ينوي اه تأسيس بيت معك. اه بده يكون معك اه بالحلال. اه بده استقرار اهل الانسان. بده استقرار بس معك هذا الشخص. اه كتير حلوة. بس يعني راح شوف مستقبل العلاقتكما. اه مستقبل جميل جدا. اوكي. اه مستقبل رائع. عمشوف هذا الانسان يصبوه الى سعادة معك. اه بده يكمل معك دينه. اه اه يعني عمشوف كذلك في وفي فرح. اه ما عمشوف في مشروع زواج. بس هذا الانسان. اه يعني عنده النية انه يتسواجك. ممكن ما تزيعته حاليا لا تسمح. بس هاد الانسان نيته انه يتسواجك. بده يتسواجك هادا الشخص كتير متعلق فيك. اه في حب كتير اوي اتجاهك. كمان عمشوف في برج الجدي. للناس العزيب. ناس اللي بدهم اه قدوم شخص بحياتهم. اه ما عمشوف ابدا. عمشوف حاليا اه في تفكير في اه اه عمشوف كذلك للبعض من برج الجدي عمشوفوا كتير تاروت. اه عمشوفوا كتير توقعات. اه هل رح يأتي شخص اه اولى. اه ممكن انت حاطط بمخيلتك يا برج الجدي خاصة عزيب برج الجدي. شخص يكون ممكن يكون برج الحمل او ممكن يكون بصفات برج الحمل. شخص عنده مركز جيد. اه شخص قيادة شخص عنده شخصية كتير اوية. وبتك هيك يعني بدك هيك شخص وعم تشوف انا عم شوفك عمشوف التوقعات اه كل يوم اه هل سيأتي شخص او لا. عمشوف في انتظار ولساته في انتظار. يعني هالشهر جنفجيه ما عمشوفه اه يعني يجلب لك اه شخص اه بهذا الوقت. بس يعني في وعد على انه سيأتي شخص عن قريبك. بس مو بشهر اي 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 اي. نصيحة. نصيحة الورق لعلك. انه اذا حتى اجه هذا الشخص اه حاول انه اه ما تعمل المشاكل لكن تعملها قبل اه يعني قبلا مع شركاء من الماضي. حاول انه تكون كتير هادئ وحاول انه اه ما تكون عصبي. عمشوفك كانه انت تخربه لحالك. ممكن عصبيتك او اه تسرعك في اشيء اه يجعلك اه تنهي العلاقة. كذلك عمشوفك ان الورق ينصحك اه بالتصدق. اذا عندك افكار او عندك امي ببالك يا برج الجدي حاول تتصدق اه لكي تجلب اه هذه الاشياء. يعني الصدقة بعلم الطاقة يعني كذلك تجلب الاشياء. احاول اخذ النصائح لقالكم يا برج الجدي. هذا الورق بيقول لك انه السعادة هي الميز اللي عمت اه اه عم تميز انت يا برج الجدي. يعني كانه دعوة انه تكون سعيد انه تكون سعيد بكل الاشياء. من اصغر الاشياء الى اكبرها يعني بالحياة تكون شاكر لكل شي. كمان هون في دعوة لانه تحدد اولوياتك اه بالحياة اه وتتبع طريق يعني طريق العمل والجد. اذا عندك ببالك شيء يا برج الجدي ام تحلم فيه كان علاقة كان شغل كان اي شيء يا برج الجدي فحاول تحدد اهدفك تتبع الخطة نحو هذا الهدف. وتعمل تتبعك يعني بصمتك انت يا برج الجدي يعني بالشغل. دائما اذا بتعمل شيء عامله بالبصمتك انت انا اه بشخصيتك. لانه كل واحد عنده شيء جميل بشخصيته. اه ما يحاول ابدا ان يغير شخصيته او يحاول اه 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 يكون مثل شخص اخر. هاي دعوة للناس اللي بعلاقة انه يحاولوا يتفهموا الاوضاع اه يكونوا ساعدين مع هذا الشخص. يجعلوا العلاقة ليينة اكتر. كذلك اذا عندك طموحات اخرى فحاول انه اه انه تحددها وترسمها. اه اه بيقلك انه اه 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 حاول انه تفتح طاقتك انت. تفتح طاقة لا تستقبل طاقة جميلة. وهون بيقلك اه 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 كأنه انت يا برج الجدي. وانا يعني الورق اللي بيطلع لي انه بتمر من 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 تغيرات حتى ازا ما كانت تغيرات عم تحصة فعلية او مادية. انت بتمر من تغيرات حتى نفسية. يا برج الجدي. ممكن هادا التغيرات اه تعقس على 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 عملك على علاقتك على كتير من العشياء. لهيك انا نصيحة انه تكون تكون سعيد. انه تحاول انه تعمل اه توازن لشخصيتك وتحاول اه يعني تعمل تأمل اه تصلي تاخد وقت مع حالك. لانا عم شوف انه في التغيرات رح تحصل حتى بنفسيتك انت يا برج الجدي. ازا ما كانت تغيرات فعلية فانا عم شوف في تغيرات نفسية لبرج الجدي. بتمنى لكم كل الخير والمسارات. اه 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 وما تنسوا تعملوا لي لايك.